اشتركوا في القناة امام المواطنين ويعودوا بالخير والنماء على الجميع جاء ذلك لدى لقاء سموه حافظه الله بقصر الإقضيبية بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة عددا من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين السيد بردن بكتل رئيس مجلس الإدارة الرئيس الفخري بل الرئيس التنفيذي لشركة بكتل حيث أشار سموه إلى التعاون القائم بين مملكة البحرين وشركة بكتل في مختلف المشاريع الحيوية واكدا سموه حرص مملكة البحرين الدائم على توفير البيئة الداعمة للنمو عبر توفير مختلف المقاومات التي تحقق أسباب النجاح لاستقطاب مختلف الاستثمارات وتعزيز مكانة البحرين الاستثمارية في المنطقة من جانبه عرب سيد برندن بكتل عن شكري وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد لحرصه الدائم على تعزيز التعاون الاستثماري بين البحرين والولايات المتحدة معربا عن تمانيته للمملكة دوام النمائي والزهار ترجمة نانسي قنقر